تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى أنه بالأول لرئيس مجلس الوزراء بالملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبمبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد بعقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل التطلعات الحكومية المستقبلية أعلن معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية لشؤون القانونية عن إقرار عشر سياسات وثلاث وثلاثين مبادرة تمثل في مجملها وبشكل أولي التطلعات الحكومية المستقبلية في المحورين التشريعي والأداء الحكومي وكان معالي السيد جواد بن سالم العريض قد رأس بمركز عيس الثقافي ورشة العمل في المحور التشريعي والأداء الحكومي حضرها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيون وأكثر من مئة مسؤول حكومي وهي الثانية في سلسلة ورشة العمل التي وجه إليها سموة وقال معالي في كلمة ألقاها خلال ورشة العمل إن ورشة العمل تأتي في هذا السياق كي تتكامل الجهود من أجل تطوير أداء وخدمات القطاع الحكومي ليصل إلى المستوى المنشود ليواكبات الطلعات الشعب وأماله من خلال السياسات والمبادرات التي تعكس الأولويات الوطنية التي مهدت لها المناقشات المتعمقة التي تمت في الاجتماعات التنسيقية وأكد معاليه أن التشريع في البحرين قد أدى ومازال يؤدي دورا هاما وجوهريا وفاعلا في التنمية معربا عن الأمل في أن تسهم التشريعات القادمة في عملية التطور والمشاركة في التغيير إلى الأفضل حتى تساير حركة المجتمع المتغيرات الدولية التي نشهدها من حولنا وهو ما يقتضي بالضرورة مراجعة التشريعات القائمة على نحو أن يتفقوا مع موجبات هذا التطور وخلال ورشة العمل قدم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عرضا أشار فيه لأنه تم الاتفاق بين المشاركين في الاجتماعات التنسيقية في محور الأداء الحكومي على تحديد خمس سياسات وهي سياسة رفع كفاءة وفعالية القطاع الحكومي وسياسة رفع انتاجية الموظف وتعزيز الأبداع والمعرفة وسياسة تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية وسياسة تحسين التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الحكومي وسياسة تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية وتندرج تحتها عشرون مبادرة أما سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب السيد غانم بن فضل البعنين فقد أشار خلال العرض الذي قدمه خلال ورشة العمل إلى أن المحور التشريعي قد حدد المشاركين فيه خلال الاجتماعات التنسيقية خمس سياسات تتمثل في تعزيز النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان وسياسة تطوير النظام التشريعي لاستيعاب المجالات التشريعية المستحدثة وسياسة تعزيز النظام العدالة بما يكفل العدالة الناجزة وسياسة الاستمرار في دعم وتمكين المرأة وسياسة الوصول إلى تنمية اجتماعية فاعلة وقال سعادته أنه تندرج تحت هذا المحور 13 مبادرة هذا ومن المقرر أن تنطلق ثالث ورش عمل التطلعات المستقبلية في المحور البيئي والخدمات خلال فبراير المقبل برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء هو استعراض لما تمخض عن الاجتماعين التنسيقيين لمحوري الأداء الحكومي والتشريعي وإجماع نطق بجدوى ما تم الاتفاق عليه من مبادرات وسياسات تعد الركيزة المثلة التي سيستند عليها برنامج عمل الحكومة للأعوام الأربعة المقبلة صار فيه توافق على كثير من المبادرات تم دمج بعض المبادرات وتم التركيز على التشريعات التي تخدم الجانب الاقتصادي أو أيضا جانب المرأة وأيضا جانب المعوقين والأطفال كل ذلك للتنمية الشاملة للمجتمع مركز الأداء طبعا هناك 15 مبادرة مبادرة استراتيجية تم التوافق عليها بين جميع المؤسؤولين الجهات الحكومية لتكون أداء وتكون تخارض الطريق لبرامج عمل الحكومة القادم طبعا هذا يركز على ثلاث مرتكزات رئيسية مركز الأولويات لدى الجهات الحكومية التنسيق بين الجهات الحكومية وعدم الازدواجية في المشاريع والتكامل بين الجهات الحكومية للوصول لأهداف برنامج عمل الحكوم لأصف الاقتصاد البحريني وخدمة المواطن جلسات من العمل الدؤوب أفلحت في البت بكل صغيرة وكبيرة من المواضيع التي شملت جوانب العمل كافة أراء جالت في الأجواء لتمعن النظر بطبيعة ما رفع الستار عنه من مشاريع وخدمات قرئت بفكر الواثقين بمنافعها عمل يجب أن يكون ديناميكي الأمور تتغير الظروف تتغير هناك حاجة مستمرة إلى مراجعة الطريقة التي نقدم فيها الخدمة إلى المواطن وإلى المقيم ومبادرة الحوكمة هي أداة لتفعيل هذا الأداة والنهوض فيه أكوار المرأة وموضوع المرأة هو مكون أساسي في برامج عمل الحكومة موجود ومتداخل في مختلف السياسات والمبادرات التي وضعت مع تخصيص سياسة خاصة بالمرأة التي هي الاستمرار في دعم وتمكين ودور المرأة وذلك لمتابعة تنفيذ أو جهة تحقيق التوازن بين الجنسين اجتماع اليوم تم الوقوف من خلاله على المرئيات التي تم الانتهاء من تسلمها بشأن المبادرات والإجراءات التنفيذية والمشاريع المستقبلية من قبل الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحورين يكون الوصول سلسا إلى وجهة ورشة العمل الختامية حول التطلعات المستقبلية في مارس المقبل عندها يبنى الواقع على أمر قد حسم على نية التطبيق الجادة طرحت أوراق النقاش التي اختزلت بإجادة الباحثين عن فعل يصاحبها فعل يدن أكثر فأكثر من محيط دائرة تتوزع فيها مسميات لخدمات حكومية تألف طريق النفاذ لترجمتها بأبسط الوسائل وأقل الجهود التي بالإمكان بذلها لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر